صباح وأهلا وسهلا على القناة. اليوم بدنا نتحدث عن ساعة عند شاشة تنتعج من جهة لجهة. أتحدث عن ساعة تبيش من هالجهة وتخلص للجهة الثانية. اسمها نوبيا واتش معمولة من نفس الشركة اللي عملتها التليفون اللي عنده شاشتين. واحد من قدام واحد من ورا. بس اليوم بدنا نتحدث معكم بعد استعمالها لها الساعة لمدة جمعة بالفتنس بالهرت ريد كل الشغلات اللي نستنظرهم من السمارت واتش. بس الشاشة كبيرة وغير هيكة هيدا بتمشي مثل التليفون اللي عم نشوفه من قبل مثل زي فولد والزي فليب تنتعج من اليمين للشمال. أنا طارق شكرا جزينا على كل الناس اللي عملي اشتراك على القناة. يلا خلينا نبلش الفيديو. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى تيما تعرفوا لما ننزلكوا فيديو واي تجديدة. العلبي مثل ما عم نشوفه هون كتير بسيطة لما نبلش نفتح ونشوف شو بيجي بقلبها بيجينا الساعة مثل ما مستنظرين. كمان بيجينا شريط الميكرو اس بي واليو اس بي تايب اي لنقدر نشارجها مع الشارجر تبعها يتغلق تحتها بالمغناطيس. وغير هيك بيعطونا كمان تعيط الساعة من قدر نستعم بوحدة صغيرة إذا عنا ايدين أصغر. واخر شي كمان عطينا الانستركشن مانيول. الساعة لدينا الحاسوب الـ Qualcomm 2100 من كم سنة. لدينا 1 جيجا بايت للرام بقلبه وغير هيك 8 جيجا بايت للسطورج. ولكن غير هيك كما نرى الشاشة موجودة من بره. لا لدينا حماية كثيرا معناه لا لدينا أزاز. ولكن على قليل الساعة شكل كثير منيح. هذه هي الساعة. إذا نستعمل فقط الـ Always on display. مثلا فيني اقلب ايدي. نرى الساعة عادة ساعة 12 و 42. هذه هي كما تعرفون أن توقيت الساعة بمشي على توقيت التليفون. لدينا زر واحد فقط لندور الشاشة. وبعد ذلك نرى الـ Watch Face هنا. لدينا عدة شغلات. لدينا مليان عدة أنواع. عدة اختيارات نستعملهم. ألوان. قليلا منهم للفتنس. شغلاتهم الثانية. ولكن حداية فيهم أن كلهم كلهم. نستعملهم من جهة واحدة للساعة. للجهة الثانية. دعنا نقبس الزر مرة ثانية. وشكل جيد. أنا اخترت هذه لأنه شكلها مثل أننا ساعة. وعندنا الـ Gears وكل هذه الأشياء موجودة هناك. إذا نسحب قليلا. دعنا نسحب قليلا. نسحب قليلا إلى تحت. لدينا الأمسيونات كلها. نضعها على الـ Rest Detection. الـ Bluetooth. وعندتها على الـ Brightness. لدينا مرة واحدة. لدينا أيضا مرة واحدة. لدينا أيضا الـ Vibration عليها. والصوت. لدينا أيضا. هذه بالليل. لدينا النام. لا نستعمل أيضا. نسحبها. آخر شيء. الـ G-P-S. والـ Battery Mode هون. اللي قالوا لنا لما فتحنا العلبة. بنتقدر تضيينها تقريبا 7 تيام على البطارية واحدة. هذه لما بنستعمل التليفون هيك. مجرد ما نستعملوا بهذه الطريقة. ما فينا نعمل شيء تاني. هذه بتقدر تضيينها تقريبا 7 تيام. بالنسبة للي أنا. إذا بدي استعمل ساعة هيك. بدي استعملها بكل قوتها. يعني دعنا هذه بتضيينها تقريبا. بيقوله 36 ساعة. بالنسبة للي أنا. بعد استعمالها. ليس فقط بالألعاب. ليس فقط بالألعاب. يعني بيعمل رياضة. تقريبا بتضييني قريبا 25 ساعة و شوية. إذا سحبنا من شوية على الشمال. يأما من على اليمين. من نعمل نفس الشيء. وغير هيك. إذا كبستت الباوربط مرة تاني. لدينا كل هذه الاختيارات الموجودة فوق. في عنا المكالمات. لدينا كمان المساجات موجودة هون. تحت التمرين. في عنا الـ Free Workout. الـ Outdoor Workout. الـ Walking. اللي تركضه تحت بالبات على الـ Threadmill. وغير هيك كمان في عنا الـ Outdoor Running. تنينيتهم بيمش منيح. بس أنا بحب هذه لأنه بركض بالبات جواه. وستعملت كثير منيح بها آخر كام يوم. كبسة ثانية في عنا كمان الـ Health. الـ Health بتفرجيكم كل المعلومات تعيت النهار. كيف تبعا النوم. هذه بتصير بالليل. هون تبعا تنبيض القلب. وكمان عنا Steps. وكل المعلومات الموجودة بنقدر نشوفها. بتقدر تعملها Sinking. يعني أنه بتوصل على التليفون طبعنا. هلأ اترجيكم التطبيق طبعا. الـ Heart rate هون. فينا نشوف كمان طبع القلب. بتشوف قدي النبط طبعنا. بس بتكون تحطوا ايدكم على الطاولة. أما تكونوا رايقين شوي. وتنطروا شوي. تعطيكم الرقم طبعها. هلأ بنعطيها شوي. ومثل ما عمشوف هون. اخر مرة عملتها سبعين. هلأ اصرناها 72. سوف نذكرة. قبل ما نفوت على الـ Settings. دعنا نعمل على كم شغلة كمان زيادة هون. في عنا اخر شي تحت. نقدر نلعب الموسيقى. نفتش على التليفون طبعنا. بتخلي بترن التليفون طبعنا. عنا كمان الساعة. فينا نعمل Stop Watch. الـ Countdown. والألرامات. تعطينا على الساعة نفسها. فينا كمان نعمل. الكالندر طبعنا من التليفون. نعمل Sync. فينا كمان نشوف فيها. وين الشرق والغرب كمان. اخر شي كمان في عنا شغلة هون مسميها براج. في عندهم الماركي. إذا شفتوا الفيديو اللي نزلت لكم. هي على الانستجرام وعلى التك توك. هذه الشغلات اللي عملت الساعة هون. بتستعمل الشاشة كلها لتعمل ألوان. فينا عنا عدة شغلات. في عنا واحدة عملينا مثل الميتريكس. شكل كتير كتير حلوة. نقدر نشوفها بتقدر تطلع من فوق لهون. من أول الشاشة لآخرها هون. شكل كتير كتير حلو. وفينا نستعملهم. لدينا نشوف من فوق. لدينا الـ About. لدينا نشوفه عن الساعة. يمكننا نشوفه عن الساعة. بس لازم نوصل على الواي فاي. مجرد ما نعمل هيك. نقدر نشوف مثل ما قلت لكم. نوبيا واتش. نوبيا وير. او اس وفيرجن وون. خليناك بسة مرة تانية. ونعمل الـ Update. تعمل Detect. إذا عنا واحد جديد. إذا ما عنا شي جديد. نقدر نشوف تانية. هلأ ما عنا لغة واحدة بس. اللغة الإنجليزية بتمشي عليها لها الساعة. الـ Power Savings اللي فرجعتناها من أول شي لما بتغير الشاشة. و الـ Lock Screen Password كما نعمل لها. الـ Gestures معناته هادة اللي منقدر نرفع عيدنا وندورها. منقدر ندورها من هون. غير هكي. الـ Health Settings. هذه المعلومات تريد انه تذكرنا كل فترة وفترة. نذهب نتمشى ونتحرك. تعمل الصوت. في ندور الـ Vibration تبعها. Zen Mode. و الـ Volume تبعها للميوسيقى من هون. ممكن نزبطها. تحت الـ Display تقريبا نفس الشي. قد يأخذ الوقت لطاة في الشاشة. فينا نغيرها لعشر ثواني. الـ Brightness بس تعمل للخمسة. وعنا كمان فينا جوء. ندورها للـ Clock هادة اللي فرجعتنا عليها من الأول شي. لما متدورها. دعنا نعطيها شوية لتخلص. بتقلنا انه حتستعمل البطارية زيادة. سيقولون انه لا تستعملوا كثير منها. بس الحالية فيها انه فينا نختار عدة أنوايا. وهذه اللي فرجعتنا عليها من الأول شي. كثير هيني. كثير بسيطة. آخر شي عندنا هون. هون الـ Wireless. هذه الـ Wireless معناته البلوتوث. الـ Wi-Fi. أنا موصل على الـ Wi-Fi بالبات. وفينا ندور الـ Airplane Mode. وكمان ندور الـ GPS. سيبدأ نركض برا. حتى تعملنا التراكين للراكد. كل هذه الشغلات موجودة على الساعة. وماشي مضبوط. مثل ما قلت لكم. نظبطها. تمشي منيح. حاليوات الساعة. لأنه عندما نظر منتحد. لدينا نستعمل الشارجور الذي يأتي بقلبي العلبة. يتعلق عليها بالمغماطيس. ولكن تستعمل Micro USB. يأتينا الشريط بقلبي العلبة. ولكن مستغرب كيف يستعملوها. وتستعمل كمان. تستعمل كمان. تستعمل النبط هنا موجود من ورا. وغير هكا. لدينا كمان. مثل ما قلت لكم. زر واحد. الشاشة الموجودة هنا. لا تفتح زيادة. معناتها. الساعة لا تفتحها هكا. ولكن إذا لديكم أيدكم أصغر قليلا. تستعملون الشريط الثاني الموجود في قلبي العلبة. الستراب. تستعملون الشريط وتمشي معكم إذا لديكم أيد اصغر. أنا بالنسبة لليه صراحة. يمشي مضبوط. قادي على رسط. يتضبطها. فقط سكرها هكا. وتمشي كثير كثير منيح. كالساعة صراحة تمشي منيح. و كما قلت لكم. تضيننا تقريبا 24 ساعة من غير إشكال. الآن على التليفون. لازم ننزل التطبيق تابعهم اسمها نوبيا واتش ما بنقدر نستعملها من اي تطبيق تاني فينا نشوف ستبس تعيتنا الهارتريد اللي كنا عم نتفرج عليها بنعمل عليها السينك وغير هي كي تعيت النوم تحت المعلومات عادة فينا نشوف في المعلومات تعيت التليفون انت البطارية الباقية بقلبة 8 جيجا بايت ستوريج بعد عنا 404.2 ما نستعمل نستعملون تحت النوتفيكيشنز فينا ندور اي النوتفيكيشنز بيجوا من التليفون تحت السينك مانجمنت فينا نعمل الكنتكس والكالندر طبعنا حتى نقلل نشوفهم على التليفون طبعنا غير هيكي منشوف هون الماركي هيدول اللي شفجرتكون عنها مثل الميتريكس والشغلة تانية ما بعرفين بدلهم يعملوا سبينيج ما بيمشوا لقليه وعملت اختيارين اثنان هون عملت واحد اسمه الصباح وابريون وهلو دير بس ما كانت تمشي منشوف ان شاء الله بتتظبط بالتطبيق اجلائي الميوزيك مانجمنت نفس الشي فينا نزيد معلومات مستيقه من التليفون دغريه للساعة وكمان نعمل نفس الشي بالصور كتير حلوه بتمشي منيح واخر شي على الابوت فيكم نشوفه اليوزر رقمي بالباليسي واليوزر قايد كيف نستعملها للساعة كله موجود بقلبه ومنقدر كمان متل ما لتلكم بتجددوا التطبيق تبع الساعة بدغري بقلب الساعة شوان باستعمل السرط للساعة هادي تلمدة جمعه اول شي بقلكم صراحة استعمالها كساعة سمارت واتش بتمشي كتير منيح النوتيفكيشنز بيجوني من التليفون فيني شوفهم بس ما فيني رد عليهم هادي شغلة بتكون كتير لازم نعرفها لانه معنا الانتجريشن مثل الاندرويد وير والوار اس معنا السستين ملي بيمشي مع كل شي بالتليفون الشغلة اللي لازم نعرفه كمانه معنا جوجل فتوى لشغلة تانية كله بيضلوا بقلب النيوبيا وير المعلومات بس متل ما تلكم فيكم تغيروا عدد ال watch clock faces اللي موجودين عليه هون وما بقدر لقيم اي طريقة على التطبيق اللي على التليفون انه اغير وننزل faces جديدة بيعطيل انا بالتجديد اللي جاي جديد ان شاء الله من نوبيا قريبا بيقدر يعطون عدد اختيارات تانية رغم ان الاختيارات الموجودين على الساعة هلا كتير كتير متل ما شفتوا فيه ليستة طويلة عريضة في عندكم ال always on display معناته بتشوفوا الساعة عادة من غير ما تشوفوها كلها بتوفر شوية البطارية بتضين تقريبا 24 ساعة انا بالنسبة لقلي انا 24 ساعة صالد معناته بفيق ساعة 6 الصباح لتاني نهار ساعة 6 الصباح معناته بقدر سجل النوم سجل التمرين ال daily heart rate كله هيدا بيمشي مظبوط وبينقدر نمشي مظبوط على اخير الاشياء الوحيدة اللي انا قلقتني عنه لهالوقت للساعة انه الشاشة تعيته رغم انه حلوة ومن بره وتروح من جهة لجهة كتير حلوة شكل منظره ما في مثله لم يكن لديها مستخدمة موجود عليها لالساعة معناته اذا تربط ايدي بالغلط على الارني عبلا شي طاولي على الحيط فيه شانس انه ما اقول اقزي الساعة ال ip54 اللي لديها لالساعة معناته انه ما بقدر تستحميل ماء متل كأنه فينا نزل نتسبح ولا نعمل هيك بس اذا صار انه عم تشتي بره واجعلها شوية ماء فيك بتمسحوها بتمشي منيحة هذه الشغلة المظبوطة بتاعتها البروتكشن تاعتها ما كتير قوي كالسمرت واتش نحن نستنظره بال2020 بس منظرها وخبرتها كتير كتير منيحة الشاشة كتير حلوة بس بدكم تتذكرون انه تهتموا فيها للساعة وما تضربوا الشيء بالحاد بالقرنة بالطالة ولا اي شيء تاني مثل هذا في هذه الساعة انا بقدر لكم روحوا جيبوها فكروا فيها صراحة باخر النهار بتكون تفكروا وتجيبوا الشغلة اللي يمشي لكم الساعة كساعة تمشي منيح بتضاين مدة طويلة ما بتضاين مدة كتير كتير طويلة اذا ما طفينا كل شيء مثلا على الباتري سيفر بس بهذه الناحية لا تستعملوا الشاشة كاملة وغير هكي ما تستمتع بكل المميزات تعيتها بس على القليل بنعرف ان بتضاينها 24 ساعة تغريب بس الشغلة بتكون تعرفوا فيها انه لما تجيبوها لها الساعة بدكم تنتبهوا انه ما تضربوا ايدكم بأي شيء بأي اشكال ثلاثة ربائع الساعات اللي هلا عم نقدر نجيبهم بالسوق عندهم protection معناتو عندهم ازاز من بره هذه ما عنده ازاز الشاشة تعيتها مثل الشاشة الجالاكسي زي فلب والجالاكسي زي فولد تنطعش معناتو لازم نعملها حماية الساعة كسمارت واتش النوبيا واتش كتير كتير حلوة وهي دي مثل ما قلت لكم جاي وراها للنوبيا الفا اللي شفناها من شي كم سنة قلولي تحت شو رأيكم فيها للساعة وهل انت بتفكروا تجيبوها كالساعة الجديدة تعيدكم اذا بتحبوا تجيبوا سمارت واتش للتليفونيات تعيدكم يلا انا طارق شوك رانجزين على كل الناس اللي هم لاشتراك بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد